هكومة والتي تعطي الدعم للمحتاجين إليه بشكل دقيق واخدوا واحد التعويضات عائلية حسب عدد الأطفال اللي في ستة وعشرين غير يوصل للطيف لتلتمية ديال الدرهم وكينا طبعا حسب الحالات كل حالة حسب الوضعيات ديال الأسر عدد الأبناء إلى غيرها واش في الطم دروس ولا باش في الطم دروس بمعنى خدينا هاد الامكانيات الكبيرة اللي هي خمسة وعشرين مليار ديال الدرهم ووجهناها بشكل مباشر لمن يحتاجوا إليها شحال ديال إنعكاسات اللي غتكون عليهم في المتوسط رمكة تجاوز يعني شي سبعة وعشرين تلخمسين درهم لكن في المقابل مني كتجي تشوف شحال ديال الامتيازات وشحال ديال إمكانيات كتلقى بأنها إمكانيات كبيرة جدا في حين بأنه الإمكانيات الأخرى اللي كنا نقول للآليات اللي كنا نشتغل بها سابقا ما زال كينا ما زال تشتغل لكن بدنا كنمشي لما يمكن أن نصطلح عليه بأننا نتوجه إلى الفقراء بشكل دقيق مباشر عبر ياش عبر واحد الآليات اللي هي آلية الاستهداف المباشر تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد كنعرف من يحتاج ومن لا يحتاج وبناء عليه توجه هذه التعويضات إذن هذه المقاربة الجديدة هي مقاربة مهمة جدا لأنها تحقق ما يمكن أن نصطلح عليه نسير نحو نوع من العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عوض أن يتم توزيعها بهذه الشكل مشينا لشكل أذق اللي هو الشكل المرتبط بهذه التعويضات المتوفرة